هل يعذب المسلم الجاهل في أمور معينة؟ يلم يخبره بها أحداً أم أن الجهل الله هو عذر؟ فلاكم الله خيراً الجهل يختلف إذا كان في مكان يمكنه أن يزول جهل بسؤال عن العلم فإنه غير معذور لأنه مفرق أما إذا كان في مكان لا يمكنه زوال الجهل أن يكون في باقية بعيدة عن الإسلام أو في بلد بعيد عن الإسلام ولا يصل إليه شيء من العلم ولم يسمع بشيء فهذا يعذب الجهل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله قال تعالى لإنذركم به ومن بلى فالله لا يصل إليه شيء لانتطاعه عن المسلمين أما لكونه في باقية بعيدة أو لكونه في بلد بعيد عن بلاد الإسلام وليس عنده واحد من أهل العلم ولم يسمع بشيء فهذا يكون معذوراً وجعله ولكن الآن تنفرت أسباب البلاء ولله الحمد وسائل الإعلام التي تبنغي مشارك والمغارب عن طريق الأثير فالشجة تبنغ إذا كانت من لغتي يفهمها لو أردت أنه بلغته الحج شكراً للمشاهدة شكراً لكم